آآ بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن ومعانا آآ محاضرتين آآ المحاضرة الاولانية محاضرة كانت الجماعية عملتها آآ آآ دكتور من تركيا اسمه آآ كمال ساريكا ده كان رئيس شعبة في الاوروبية آآ محاضرة تقريبا كانت من سنة وفي محاضرة تانية معانا المحاضرة كنا احنا عملناها في المستشفى آآ المحاضرة دي فيها ميزة ان الدكتور ناصر راجعها وضف لنا عليها بعض الحاجات بل في صور آآ موجودة كان هو بعدها لنا حاجات معقولة في المركز اللي هي المحاضرة دي فهنحاول على قد ما نقدر يعني ما يحصلش تعارض وما نكررش الكلمة اكتر وانه في كلام مكرر في المحاضرتين فا آآ والترتيب مش هو نفس الترتيب السلايد زي الترتيب معين بحيث ان احنا ايه ما نكررش ونبدأ الكلام الاهم الاول هو كلام كله مهم بس هنجيب الحاجات الاهم في الاول اللي هي الجمع المؤسرة جدا في الايه في الشغل بتاعنا طبعا موضوع الكمبيليكيشن مش هنزها من كتر ما نتكلم في البيس ايه الاو في الاكسس او في الحاجات دي اتنا مرة هنعيده وهنعيده مرة وثلاثة او اربعة من حاجات اللي في الشغل بتاعنا حاجات يعني محتاجينها في الشغل مثلا موضوع يوروتروسكوب عملنا قبل كده مرة واتنين وهنعمله تلاتة واربعة الحاجات اللي بيشتغلها على طول اللي محتاجينها على طول محتاجين نقعد نعيدها ونقه وذكر في أن الزكرة تلفع المؤمنين أول سلايد هبدأ بها سلايد من المحاضرة التانية لأهميتها هي آخر سلايد في المحاضرة فيها جملة مهمة قوي وتفرق معك جدا في الشغل بتاعك يعني أنا ريت الجملة دية قلت لا دا احنا لازم نبدأ بها المحاضرة The experience surgeon الجراح الخبير is not the one who knows will how to go further مش اللي عارف يعمل ايه وعمل والخطوات كلها دا مهمة آه بس الأهم من كده is the one who knows at what stage of the procedure to stop when to stop كلمة مهمة جدا إمتى توقف كتير قوم إن أنا بقى شغال وأخذ الحماسة في الشغل وهو شغال إمتى توقف ويبقى بيجائر وتبدأ تحصل communication وهو مصر يكمل لا الجراح الخبير هو اللي يعرف إمتى يوقف فأنا لأهمية السلايد دي قلت لازم نبدأ بها المحاضرة The experience surgeon is not the one who knows will how to go further but is the one who knows at what stage of the procedure to stop السلايد اللي قبلها في المحاضرة برضو مهمة عوي ودي بتوري لك تطور الطبيعي للشغل حاجة اسمها BSA مش BSA بتاع البروسة لا BSA personalized stone approach وطبعا موضوع الstones بالحاجات المهمة جدا ولازم نكتر الكلام فيها لإنه ده شغل بتاع شغلنا كل يوم أكتر شغلك stones وتيومرز أكتر حاجة بتجيلك في شغلك في عادتك في المستشفى في الـ outpatient أكتر حاجة بتبرو أكتر حاجة مفتوب بتتسأل فيها في الامتحانات personalized stone approach زمان كنت بتعمل حاجة واحدة لناس كتير قوي وكان زمان قبل المناظر كان كله بعمل جراحة مظاهرة المناظر بدأ والإزول بدأ يهيه ناس بتعمل إزول ناس بتعمل وممكن تعمل مجموعة مختلفة من الناس وحالاتهم مختلفة تعملوه من نفس الحاجة المستقبل بقى أن يبقى كل عيان له حاجة خاصة به وكل ما بتزهر معاك حاجات متطورة وبتزهر بتتعلم أكتر خبراتك بتزيد تبدأ تلاقي كل عيان حتى ممكن تفيه حالتين متشابهين في حاجات كتير قوي بس فيه اختلاف بساطة بينهم بتسوي تبدأ تعمل ده حاجة وده حاجة personalized stone approach الـ slide اللي قابلي دي برضو slide مهمة جدا رغم أن دي موجودة في نهاية المحاضرة بس بتبين لك أهمية كزا factor مع بعض هذا النهائي من الـ slide دي improved patient outcomes أنك توصل لنتجة أنك تعمل أفيد حاجة للعيان والأوتكم بتاع الـ patient يبقى أحسن حاجة أنت عاوزها ففيه ثلاثة factors أول حاجة individual clinical expertise الخبرة اللي أنت جمعتها من شغلك ومذاكرتك ومتحانتك ومشاهداتك فخبرةك دي مهمة جدا الحاجة التانية patient values and expectations العيان ده متوقع من الحاجة اللي أنت تعملها له وهو عاوز ايه يعني الاختيار العيان مهم جدا وبتختلف حسب ثقافة العيان وحسب حالة العيان medical والجنرال فايه توقعات العيان من اللي أنت هتعمله له الحاجة اللي برضو المهمة برضو clinical evidence clinical evidence دي بيعتمد على معلوماتك بيعتمد على equipment اللي موجودة معاك فكل ده بفرق وبتجمع كل العامل دي في النهاية تدي لك الايه أحسن outcome للpatient اللي أنت شغال فيه treatment ودهم recommendations بتاعت European association treatment choices should be based on stone size and location الوضع stone والclinical بتاع available equipment الحاجات اللي متاحة بالمسبق لك and patient preference العيان عاوز ايه وخبروته هو توقع من اللي أنت هتعمله له برضو في مجموعة slides برضو مهمة قوي من اول سلايد دي برضو قبل ما ندى ان نخش في لازم نقولها برضو ايه آآ آآ لازم تبقى عارف الاناتومي كويس جدا بتاع وطبعا ده احنا شرحناك ازا مرة في محاضبة الاناتومي تاني حاجة وممكن تحتاج انك تعمل العيان في بعض الحالات برضو التحضير العيان قبل يعني ما اتكلمش في ملكشة قبل ما قولنا انا محاضر العيان كويس ولا لأ لازم اليورين يكون لازم اكون حاجزه دم بلد اكون دارس الاناتومي بتاع العيان ده ادرس السيتي كويس جدا عشان اعمل بلانينج لازم اخطط والخطة اللي انت بترسمها من نفسك قبل ما تشتغل مهمة جدا وعلى اساسها بيتحدد كل حاجة يعني انت الخطة اللي ترسمها من نفسك قبل ما تشتغل كاليسية الاناتومي والاناتومي بتاع الكيدني والاناتومي بتاع البايشانت والكولون فين والليفر الكلام ده مهم جدا في الايه البربراشن والتحضير بتاع العيان الاكويمس بتاعتك الديليتورز والنيدل والمناظير والفورسيبس وبترس الترابيزة ازاي والكلام ده كلام مهم جدا والراديولوجي بتاعك والسيارم والحاجات دي الاكسيس بتاع الكيدني عامل ازاي سواء في الكورونا او في الاكسيس يا الكلام باكل قلنا بالتفصيل بحضرة الناس بحضرة الاكسيس مش هنعيده الاناتومي بتاع الكيدني برضو مهم جدا برضو الفاسكولار اناتومي موضوع السيجمينتال ده برضو شرحنا بالتفصيل قبل كده والصورة دي نوضحها وكونا شرحنا بالتفصيل الانتيرو والبستوري سوركوليشن وبتقابلوا فين عند البرودرزلاين لعشان كده بتفتح في الابن عند البرودرزلاين وما بتشتغل في البيس انيل تبقى انت عاوز تشتغل في تخش من بستوريكيليكس اللي هو الشرح بتاع الايه بتاع الاكسيس اه هنخش بقى للمحاضرة الاولى هنتكلم فيها شوية اه شوية كلام كده في المحاضرة الاولانية اللي هي اه كان الدكتور نصر راجعها معنا وكان وهو يقول المحاضرة عندنا في المستشفى برضو ذكر المحاضرة دي اللي انه كانت شارك في بعض حاجات فيه فالمحاضرة دي متراجعة من الدكتور نصر والدكتور خالد وفيها معلومات مهمة جدا اه البيس انيل اه اذا سيف سيروبوتيك اوبشن ولس انفيزيف عن الاوبن طبعا لس انفيزيف اه هو طبعا مور انفيزيف عن الاندو يوريج عن اليروترسكوب وفليكسابول بس هو لس انفيزيف عن ايه عن الاوبن ومعاه بعض الكمبيليكيشنز بعض الكمبيليكيشنز هي علاقة بالبانكشار او العلاقة بالانجز النيبرينج اورجانز اه وبعض الحاجات بتحصل انترا وحاجات بتحصل اه بس او روتب سواء كان ايرلي او لات الجدول ده جدول مهم جدا وهيبين لك اه الدرجة الكمبيليكيشن وهيبين لك ان الكمبيليكيشن الكثير من اللي بتحصل معنا في الشغل في الحاجة اللي مشتغلها حاجات يمكن جريد وان وطو يعني اغلب مثلا تحصل معنا في حالتنا جريد وان وطو اه كلافين اه مودفايد كلافين سيستم وخلي بالك مش كالفين لا كلافين اللي قابل الايه عشان ما لاخبطوش مع الكالفين كلافين مودفايد كلافين سيستم بيقولك ان جريد وان ده ده بيتطبع على اي سيرجيكال مانوفر بتعملها اه جريد وان اندفيشن فروم نورمال اه عيان احتاجت انك تديله آآ انالجيزك تديله انتي اميتك تديله انتي بيريتك تديله تزبط كل ده حاجات بتحصل في اغلب الحالات اللي بتعمل فكل ده جريد وان والانفكشن لو حصل انفكشن وديتله في الابن وون ده برضو من ايه كل ده فده نسبة برامل كوميليكشن تحصل معنا بتحصل في ايه تبقى الجريد وان الجريد تو ايه كوميليكشن بحتاج انك تديله حاجة فرماكولوجيكال اظهر زي ده الحاجات اللي في ايه في جريد وان زي ايه مثلا زي بتدي عيان حصل ماسف ماسف بليدن ويحتاج تديله او عيان هتصومه فترة بعد العملية هتديله برينترال نوتريشا يبقى اي حاجة غير الحاجات اللي في جريد وان يبقى ايه ده جريد تو وده نسبة قليلة جريد تو حاجات اسوأ بتبقى اسوأ من الايه من اللي قبلها من واحد واثنين زي ايه مثلا الحاجات اللي بتحتاج انك يبقى في ايه طبعا ده انك بدخل عين تاني يعني مش عين في العمليات واسترفت وهو لسه لا عين خرج ورجعت اضطرت انك تدخل العملات تاني عشان تعمله ايه المانوفر دي سواء كان لو هي اندر اه اناستيزيا غير الجنرال هيبقى جريد وان غريد سري سري ايه لو اي حاجة اي اناستيزيا غير يعني ريجونال او لوكل او سباين او بديورال ده بقى جريد سري ايه انما لو جنرال هيبقى جريد سري بي ونسبة كبيرة من الحاجات انت لو احتاج تدخل العين انت مسلا ستون نزلت وقفت اليورتر وادخله وتركبه وطبع الجهة هيبقى بسباينة يبقى ده جريد سري ايه طيب هنخش بقى جريد فور ده الحاجات اللي هي ايه عيان محتاج تدخله الاي سي وو او حصل فيه اه لو هو حصل مسلا انا احتاج فده انما لو هو حصل ده يبقى ايه طبعا ده اللي هو فلازم تبقى حطفت في دماغك الجريد سي دي واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة واحد وخمسة واحد خف حاجة اللي هو بحصل في اغلب العينين وخمسة اللي هو التلاتة اللي في النص بقى حاجات ايه بتدرج من القليل ايه اتنين اللي هي احتاجة تلاتة احتاج يعمل سواء كان او مش بحاجة غير اللي هو ايه عيان دخل او فمهم قوي الجريدينج سيستم ده بتاع الكلافين oplankton بنقام اللي هكذا تقسيما التقسيمة اللي هي المعتادة اللي هي ور مدف المدف متل خاصة في اتنين المكفو التراكت. تلاتة والبرفوريشن مرتبط باللي بعدها اللي هي خمسة ان حصل ميجريشن للستون سواء كانت بصر ميكوزل او اكسترا اليومينال. الستة ان يحصل مبين البلفس واليوريتر. اللي بعد كده ان حصل في زي 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 طبعا مهم جدا واخده جزء كبير من المحاضرة لان ده اكتر حاجة بتحصل معانا وبتحصل تحصل فالبليدن حتى في المحاضرة اللي هي بتاعت المعانا بتاعت الجامعية اغلب المحاضرة بتكلم فيها عن فتلاحز ان اكتر حاجة نتكلم فعل ان مشكلة كبيرة جدا واكتر حاجة بتحصل. بعد كده خاصة في الاطفال الزغيرين والاليرجيك راكشن اللي بتحصل برضو بس او نتيجة يحصل عندك هيماتوماليوتوبروتونيال او نحصل نتيجة الليجيج او نتيجة ان فيه اه اه انفيكشن ستون او فيه انفيكشن اصلا قبل ما تشتغل او ان يحصل في ستولى ما بين الكيدني والسكن اللي تبستقرات الكمبيليكيشنز ان يحصل في اليو بي جي نتيجة المانوبر بتاعتك او يحصل يورتلستنوزيز او انفاندبلولستنوزيز او يحصل نتيجة او الهيماتوماليجيات موجودة نحصل في انفيكشن فعملتلك اه اه بيرلانت كوليكشن حاولين الكيدني او نحصل او سيدوانوريز مدين من اسباب اللي هي الليت اه بليديم يقربت لك البليديم موجود في الايه في التلاتة في الانترا والايرلي والليت فالبليديم موجود في الانترا اوبروتيف موجود في الايرلي بست اوبروتيف وفي الليت طبعا لو في زدول التلاتة سلايد زدولت لو هما في دماغك وحافظهم هتخش اي امتحان تسأل فيهم في شافوي في في نظري انت حافظ وراسم اللي ايه التلاتة سلايد زدول في دماغك هتتحط العناوية تكتب تحت كل ايه عنوان كلمتين كده جوابت السؤال طبعا السؤال اللي كوميكشن ده من الاسئلة المهمة جدا واغلب الناس اللي امتحنوا في الزمالة سألوا في ايه ومن الاسئلة هتبتجي في نظر كتير قوي سواء في باكاريوز في التعادة في ماجستير في دكتوراه في زمالة بالاسئلة المهمة جدا وفي الشغل بتاعك انت محتاج جدا تكون حافظه المحاضرة ديات كويس جدا اه اول كوميكشن البليدينج وهنقول ان البليدينج هنكتر في كلام فيه كتير قوي لأهميته اول حاجة هيقول لك ان اكتر كوميكشن ترحصل معنا طبعا معلش انا فيه فيه جزء في المحاضرة التانية سيت اقوله مرتبط بالايه بالكلاسيف كيشن اللي احنا قلناه اللي هو اه الاسلايدز من ايه من اربعة لتمانية اه الاسلايدز دي مهم قوي يعني احنا قسمنا التقسيمة حسب الايه حسب وقت حصول الكمبيكشن انترا وارلي اه بوست اوبرتف وليد بوست اوبرتف فيه تقسيمة تانية حسب الاسفيريتي فاكتر كومبيكشن بتعمل مشاكل وممكن تتوصل للديس السبتيسيمية اللي ممكن يحتاج انترفينشن ان يحصل انجر الكولون او حاجات ممكن تحتاج منك تعمل انترفينشن ودخل عين عاملات بعد كده فدي المصد سفير كومبيكشن فدي حاجات سفير اوي دي برضو تقسيمة تانية حسب سبب الكمبيكشن سواء كانت او ميديكا الكمبيكشن اللي ممكن تحصل ويكون مشتركة ما بين الكمبيكشن واي كومبيكشن تاني دي برضو سلايد مهمة برضو بتوريلك ان الايه السلايد اللي هي جريد وان وطو اخد الجزء الاكبر من الايه من النسبة الكمبيكشن هاموريش بسيطة الترانس فيوجن ده جريد تو الفيفر تو سيبسيس طبعا ده ممكن يحصل يخليه وصلك لجريد اه فور ويعني ان يخش عناية ويحصل مرض بل بالعكس ممكن يحصل اه ديس الانجر طبعا ممكن تكون تلاتة ايه او بيه فدي برضو ايه ملخصها لك برضو مجمع لك الكمبيكشن حسب الكمبيكشن دي برضو بتوريلك برضو ان اللي هي ايه الحاجات الخفيفة اللي هي جريد وان وطو كل ما تنزل بقى بتلاقي النسبة ايه اقل ودي برضو ايه 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 تانية ايه برضو الميجور ايه بروسيدور كومبيكشن اللي هي ايه 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 الحاجات اللي هي السفير او بتبقى في ايه برضو مجمع لك الحاجات اللي كلمت عن ونسبتها منها سلايد الدكتورة حمد ان حاسم مسجيلها هوت برضو عدد الحالات اشتغالها ونسبة الكمبيكشن اللي حصلت معها. هنبدأ بقى ان نرجع للمحاضرة التانية ونتكلم عن البليدينج. البليدينج طبعا اه قلنا ان هو اكتر بتحصل معنا وسواء بيحصل مع او مع او بيحصل مع او بيحصل مع الان مابينج من الاحيطة او 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 بيقولك ان اكتر نسبة حصول بتحصل مع بيحصل مع وطبعا ده احنا بيشوف الشغل ان اكتر ولا انا بتبقى لسه مدخدتش وشوفت مع انك التدخل اييه بالابرة او بديلاتورس شاف على السيئة اونا بس منتاز شاف اللي ايه الفيزلز اللي في وش اللي ايه في وش النيدل بتاعتك او في وش الضيليد من رحمة ربنا ان اكتر حاجة البيلينج يبقى فينس اما بتوقف بتلاقي ايه في كمية بلد كتير خارجة من الاتراك بتاعتك اه ولو انت حقا انت سابغة بتلاقي اللي ايه حصل في فينس لو البيلينج ده وده النسبة الال بيبقى اللون برايت ريد وبتلاقي في ايه الفلو بتاعه برايت ريد ده يفرى لك ايه الفينوس من الارتيريال بليدينج ايه هي الحاجات اللي انا اخاف منها وتزود نسبة حصول ان ايه يبقى ايه داخل ميديل قوي ميديل يعني هتخش ناحية البيلفيس هتخش ناحية الساينوس هتخش ناحية ايه الفيزلز ممكن توصل فكل ما كنت لاترال اكتر كل ما كنت بعيدة عن ايه عن الحاجة التانية مش بانكشار واحدة لأ ده انت عملتك او حملت كزا تريال كل ما اترالز بتزيد او عامل نسبة بتزيد ان يبقى في ابنورمالتز في الاناتم بتاع الكيدني اه هورشو كيدني بيلفيك كيدني ماروزيت كيدني فده بيزاود الانسدنس وفي ايه بليدينج التراك بتاعته من فلوس من نفسها بتبقى ايه بيحصل منها بليدينج اه بريفينتد ازاي ان البنكسر بتاعتك ماشي في الايه سوروزة كاليسية الكاب زي ما شرحنا في محاضرة الاكسس والاناتومي ماشي في الايه في الباسوي اللي احنا رسمناه داخل على الكاليسية الكاب وما فيش انجوليشن يعني ما وانت دخلت من التراك بتاعتك بتوعش تعمل تورك موفمنت بالمنزار فبالتالي زاود البيليدينج وماشي في نفس الاكسس بالابرة وبالضيلات والنفروسكوب ده بيقلل البيليدينج ايه او اكسس توبستور كاليكس الباسويست ازاي انترسي جملتا اللي هو في الصورة اللي احنا رسمناه الوقت اللي احنا بنشن عليه عشان انبهل عن البيليدينج البلاد فيزيز المانجمنت لو هو خليك ما تشعرف تشوف عادت الشيل الكلوس ورغم كده البلادين زياد بتوقف الشغل بتاعك وبتحط نفروسوميتيوب وممكن فيه باللون بتحطها وتربطها مثلا أربعين دي أس تي وممكن لو بلقيت الدنيا رائت واليورون بقى كده ممكن تكمل أو لو هو برضو البلادين سفير ممكن بتقعد مثلا يومين أو أربعة أيام وبعد كده ممكن ترجع تكمل المانوفر بتاعتك تاني وانا شفتها مع حد من الأساتزة بليدين مع الديليتورز وقف الشغل بمتهى الأريحية وما فيش أي مشكلة حط نفروسومي ويتأجل العيان بدل ما العيان وروح منك يعني هتحط نفروسومي والعيان يتأجل ولا تقعد تشتغل والعيان خرخر منك لغاية ما يموت بعد يوم أو بعد حسب ما تحدد السكيديول بتاعه ممكن العيان يحتاج والبليدينج اللي هو اللي هو ما بيقفش ده غالبا بيبقى ونسبته بنفضل لابدنا بتبقى قليلة وممكن تحتاج تعمل لو ما عندكش بتاع وتعمل المستيسس ممكن تعمل برشة نفروسومي وفي بعض الحالات ممكن تتوصل لإيه لنفريكتومي البوستوبرتف بليدينج مجرد ما بتحط نفروسومي تيوب تلاقي فيه بليدينجاي من حولي النفروسومي أو بيحصل نتيجة منك حططت النفروسومي وانت بتثبتها خرجت منك فانت بقيت الكيدني النفروسومي بره بره الكيدني فيحصل بليدينج جامل او وانت بتشيلها تاني يوم لقيت ايه حصل معك بليدينج فده أو تحاول نتتدخل النفروسومي تاني سواء بتدخلها في الورد او بتدخل عن في الوبرتف سيتر عشان تتدخل الابرة والواير وتخش في التراكد عشان بس تحط النفروسومي بس تدخل عين العمليات عشان تراكد نفروسومي مش عشان حاجة تاني فده هيعمل تنبونات على مكاني البليدينج لغاية ما يبقى اليورين ايه كيلير الريسك في بس لبرتف بتبقى مع الاستاج هورنستون مالتبول تراكتز او دايبتس ميليس او اللارج كالكولار البليدينج بيبقى غالبا بيبقى حاجات ماينور وانسيجنيفكنت وما بيحتاجش ترانسفيوجن لو هو البليدينج سيفير ممكن يحتاج ترانسفيوجن خاصة لو في انجر السيجمينتال أرتيز ممكن يحصل ليت بليدينج لو حصل وده اللي قلنا في أول في تقسيمتي البليدينج قلنا ان هو انترا ويرلي بوست اوبرتف وليت اللي تبقى غالبا انه حصل سودانوريز او حصل ايفي فيستولا وده غالبا بيحتاج امبوليزيشن وده صورة لحالة دي جاء من المركز الكلة فايفي فيستولا وده حالة تانية فيها بس انقل بوست انوريز وده المنظر بعد ما عمله انجر امبوليزيشن طبعا اختفى الانوريز الكمبوليكشن التانية متعلقة بالبليدينج برضو ان يحصل هيماتومة الهماتومة بتحصل حصل بليدينج والسكين افهل من بره فاتجمعت الهماتومة حاولين كدني من بره تبقى في او الهماتومة الصغيرة ممكن تبشي لو هي ممكن تحتاج ممكن للأسف ببعض الحالة بتحتاج ده صورة فيها ممكن تبشي الصورة تانية فيها هيماتومة دي غالبها هنتحتاج انك تفضيها هتكلم بقى من المحاضرة التانية عن هتكلم عنه كتير قوي في المحاضرة اللي هي الراجل التركي ده وتعرض لحاجات كتيرة طبعا في حاجات معادة مش يوقف عليها بيقول لك يعني هل في بعض الحاجات تتوقع منها ان هيحصل مع البيئة النقل قال لك حول تتوقع الموضوع ده انك قبل ما تشتغل او مع شوك تتوقع ان يحصل معك لو حصل دي بتقول لك ان ال جخص علم قالوا ان في البلون بتبقى اقل البيلنج اقل الملك اقتر كلاما ام اه لذلك في الميني بيرك والالترا ميني بيرك البيلينج بيبقى اقل السيكنس بتاع البرينك ما بتاعت البيشن طبعا من الحاجات برضو بزود ببيلينج طبعا ده منظر الايه الاول واحد لا زرق ده ده اللي هو الايه التراضيشن اللي احنا بشتغل به اللي هو البرك العادي اه طبعا في الميني بيرك والالترا ميني بيرك كل ما السايز بيقل لك طبعا كل ما البيلينج بيقل وده منظر شايف الايه التراك بتاعت الامبلاز الكبير اللي احنا بشتغل به والتراك التانية الزغيرة اللي هي دي 11 فرينج طبعا فرق السون والارض اكيد البرينج اقل في التراكت الزغيرة فطبعا ده برضو ستادي بتكلم عن ان التراكت الزغيرة اه الوقت بيبقى اكتر والترانسفوشن بيبقى اقل مع التراكت الاقل والستون فرينج قالك ان هو كومبيرا والما فيش فرق انما البلاث دوسة اقل انما الوقت المانوفر بيزيد مع وده برضو ستادي تانية بتكلم برضو عن الفاكتورز البزاود الهاموريج ستون طيب نمبر اف تراكت ديابيتس دي برضو ستادي دي الدكتور حمد ان حصل لعملها 3878 عيان حصل في 39 عيان حصل شوك وحصل في بعض الحالات حالات احتاجت سوبرسلاتي امبوليزيشن السيجنفك انجريس فاكتور سفير بلدين جوير الابر كاليسيال بانكشار السلاتي ريكيدني طبعا من الحاجات اللي حصل فيها بلدين جامد ومن مشاكل السلاتي ريكيدني ان يحصل فيها ممكن يحصل اكوترينج فاليور تيجي تلاتي ات ان اكوترينج نكروزيس وتكان الدكتور ناصر ركز علىها في المحاضرة بتاعة في البيس ان ال والستاج هورنستون دي برضو استعدة تانية برضو بتتكلم برضو عالستون سايز وان هو من فاكتورز اللي بزاود كلام كله ايه معاد السؤال التاني برضو اللي سأسأل وراجل في المحاضرة هل في حاجات ممكن تتعملها تقلل او تمنع او تقلل طبعا حاجة مهمة جدا ومش اي عان تعمل له لو عين عنده مشكلة في البيلينج نازم تصلح حتى ممكن تديله وطبعا بتوقف سبعتين قبل العملية بارته من اللي احنا قلناه انك بتدخل في بتاعك وببقى الديلاتشين بتاعك في نفس الاكسس بتاع البانكشار والنفروسكوب برضو داخل في نفس الاكسس ما يحصلش تورك تشتغل في نفس الاكسس كل ده بيقلل للايه البيلينج وطبعا ممنوع ما انا عم باتة انك تخش ميديا لو تخش دايركت على البيلفيس ما تخش على البيلفيس هتلاقي البيزلز هتعمل لها انجري لو حصل بليدينج ما فيش بارينك ما تعمل التامبوناد للايه ليه البيلينج ده طبعا برضو من لازم بتقف بالديليتورز على ما تبدأش تدخل بللايه بالنفروسكوب ولو حصل معك وانت شغال والقيت في بليدينج مجرد انك بتعمل بتدخل يعمل تامبوناد ويقال لك البليدينج بتاعي ده كلام معاد برضو موضوع انك تعمل وتحط تامبوناد باللون او وترجع تكمل شغرك في يوم تاني لغاية ملعين يبقى برضو بتكلم عن الهايبوسيرميا ودي بتبقى اكتر في الاطفال ازا ميجوا كل ما كان في هايبوسيرميا ده ممشيش في النورمال بتاعه فده يسبب لذلك بتدفي الفليوزن اللي انت بشغالها تبقى في الرومت بريشتر ده بتقالل البليدينج وبرضو من المعلومات اللي احنا برضو بنتغفل عنها او ما بناخدش بالنا منها انك ما بتدي ترانسفوشن للبيشن لو ديت اكتر من واحدتين محتاج تعاوض اللي ايه التقيس الكالسي متعاوض لان طبعا البلد اللي هما اللي بيجيلك الكيس اللي بيجيلك كالسيميا فلو انت هاتيت دكتور محتاج الكالسيا متعاوض للا وبرضو لان الكالسيا مهم عشان ما يحصل ما بتشتغلش غير فوقود الكالسي فبرضو ده يزود البلدن برضو عدم وجود الكالسي ده كلام برضو معاد مشان ايه برضو بيقول لك كل ما بيحصل كل ما الخبرتك بتزيد كل ما بتستخدم ده بيقال البلدن و خلق كده موضوع طبعا زودت اقوى في موضوع البلدن اللي من موضوعات المهمة واللي بتحصل في نسبة كبيرة من الحالات ومحتاجين ايه اه ان اعرفه كويس هنخش بقى في بقية الكمبلكيشن طبعا بيجي نخد جزء كبير لان ده اكتر حاجة بتشوفها واكتر حاجة تسبب مشاكل للحالات هنتكلم بقى بقى لبقية الكمبلكيشن الفيفر اه بتحصل في نسبة واغلب الحالات ممكن يسخن سخنية بسيطة بعد العملية انت بيوريتك والامور بتتحصل اه الفاكتورز اللي بتزاود الفيفر لو الوقت العملية زاد عن ساعتين او لو اكتر من عشرين لتر عشرين لتر يعني كارتونتين ملح طبعا احنا بشتغل بملح الكارتونة فيها عشرين ازازة كل ازازة خمسمائة يعني الكارتونة عشرة لتر فانو انت خلصت الكارتونة بتاني بتبدأ تخش في التالتة بتعرف انك ايه ممكن يحصل او نحصل ابزوربشن او نحصل سيبسيس بتزيد مع كل ما ايه بكمية الاريجيشن في الوود بالزيد طبعا لو في بلات نصف ده برضو بيزاود الريسك في ايه فيفر والسبت كوميليكيشن وده مرتبطة مرتبطة بالاية بالفيفر والسبت كوميليكيشن ده ممكن تبقى حاجات حاجات ايرلي او تبقى حاجات ايه ممكن يحصل من غير سبب او يحصل من الاكسس نفسه وانت شغال ما فيش مش تعخيم كويس في حصل من الاكسس بتاعك او ان فيه انفكشن مبطة اصلا وطبعا ممنوع انك تعمل بسي انقل وفيه بايوريا او فيه انفكشن او لو فيه الستون نفسها انفكشن او ده بتبقى ايه فده بتزود نسبة حصول طبعا ممكن يحصل باكتريميا ان يحصل بايلو فينس او بايلو لنفاتيك رفلاكس ان الباكتيريا تخش على اللنفاتيك او اللنفاتيك او لو ما فيش انتيباتيك تريتمينت ممكن الناس بتدي بري اوبورتيف وناس بتدي انترا وناس بتدي بوسط ال يورين مست بيسترائل في لكتف بس انقل وقول لك ده مش ممكن في حالات في بعض الحالات مثلا انفكشن او لو عنك مثلا مركب اسطرة او لو كان في نفروس لمتيوب صعب او ان هو ايه يبقى ممكن يعمل بوسط وليكيج كان او كبير في السيستم او في البلفس ممكن يحصل وده من اسباب الزاود الفيفر والسبس افتر انتعرف زين في سيبس في افتر و لو حصل ان في يورينومة ممكن تحط درنقة بالسنار من غير ما تدخل من غير ما بلوكال انستيزيا عشان تفضل يورينومة ديت وتركب طبعا لو هي كبيرة ممكن تحتاج انك تدخل عيان عمليات وتفتح فتحة كبيرة وتفضل ايه ده الكمبيكشن مرتبطة بموضوع البرفوريشن ان يحصل ابزوربشن وليكش في الارجيشن في لويد ابزوربشن بسبساوي نبقى في هاي بيريشن انك معالي دايما الضغط بتاع الارجيشن او بترفع الفلويد قوي فيحصل ايه انجل في الفيناس سيستم او ان يحصل بيرفوريشن حصل بيرفوريشن في البلفز فده يعمل الفلويد اخر وكبيره احصل او وبحصل بيرفوريشن سيميلر يعني مش بس بتحصل كمان مع بتاع بتاع البيس الني لذلك احنا كلنا بستعمل سواء في البيبولر او عشان يقل الريس بتاع الني هايبوناتريميا ولازم دكتور التخطيب امركز او مع العيان لو حصل الاستاتوريشن بتاع اكسجين بدأ يقل تاكيكاردي او حصل هو اللي هيقول لك خلي بالك في ايه في او ان الفلويد اللي خارج مش قد انت بدخل فلويد كثير او الفلويد اللي خارج لك مش بنفس الكمية فانت بتتوقع ان حصل ابزوريشن والممكن نبدأ العين نخش في سندروم فبقول لك ما يبقى في فرق ما بين الفلويد الداخل واللي خارج بتتوقع ان في ايه ابزوريشن لو في هايبرتينشن هايبوكسيميا فده بتتوقع ان في ابزوريشن اللي كيش بيحصل عشان حصل في في او في بيقولك بتتوقع لو حصل او باين او حاولين الاي الكد ده بالنسبة للا طبعا عارفين بنعالجها ازاي من طبعا بندي هايبرتونيك صلاين اللي هو الثلاثة في المية صلاين مية وخمسين لامتين سنطي وطبعا بندي معاه لازكس او بندي منيتول لغاية نبدأ لعني يتزبط وطبعا بنتابع بالايه بالالكتورولايس السوديم والبوتاسيام والإي بي جي فالعين بيتزبط والاغلب احيالات بتعد ان شاء الله ايه ايه الايات جمعت فيها مجموعة الكمبلكشن نتيجة الحاجات اللي بتحصل زي ايه مسلا ان يحصل على فكرة زوم ادانا فتح لنا الوقت يعني ما عرفش لأيه عمل لنا هدية وفتح لنا الوقت احنا مكملين مع بعض ان شاء الله مش ايه مش هنقطع لما هو يوقفنا خالص ان يحصل مسلا الواير يتكسر حتى منه في السيستم او انه حتى من تكسر او حصل مشكلة في المنظار او حصل مشكلة في العرس فده ممكن انت رابت ايه او بتاع ده حصلت ان حتى من بتاع تتفصل جوه ايه جوه او ان هو يتعطل فده من الحاجات اللي بتحصل لذلك من النصايح اللي كان بقولنا دكتور ناصر رازم تكون بشغال معاك ايه معاك اتنين اتنين كزا 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 كل حاجة معاك من نظرين كل حاجة معاك منها اتنين عشان ايه ما تحصل لش للمانوفر عشان حاجة ايه تعترض معاك اه ممكن من دي لازم ايه تشيلها من ايه من السيستم ودي صورة حتة من الفورس بس تكسرت فدخل ايه جابها طبعا انت لو معاك فورس بسي واحد هتعمل ايه هتوقف مش هتعرف يعني هما معاك فحيتها من الفورس بتكسرت دخلت جابها بالفورس بسي تاني اه المشكلة برضو اللي بتحصل برضو نتيجة انك تفقد وتحصل كتير جدا في الشغل نتيجة ان حصل حركة اثناء او ان فحصل ايه انك فقدت وال او انت بتعمل الواير حصل له في ايه فقدت برضو ايه السيستم او انت بتشيل ستون بتشيل الستون ومحصورة في المساعد مش مسك الامبلاز كويس ام ايه الامبلاز خرج برا السيستم من الاسباب اللي بتسبب الفاكتورز اللي بتفيفر ان يحصل الموضوع ده لو كانت ايه الستون كاستنج الكاليسية الكاب الكاليسية الكاب مليان بال ايه بال ستون وما فيش اي سبيسل انك تعد الواير تدخله جوه جوار البيلتس فيبقى الاسبيسل انت شغلت فيه صغيرة فهذا بسهولة جدا ممكن تخرج برا السيستم او انه انت بتعمل مفضلتش في الابرة الواير بدأت تدخل في اكسس تاني لزاوية بتاعك تغيرت حصل ايه في الواير خلاص فقدت ايه فقدت السيستم بتفقدت الاكسس بتاعك وخرجت برا السيستم اه يعني الموضوع ده انك تحط يعني وانت بعد ما بتعمل بتحط الواير وتخش بالفيرست بالسنتر وتحط الحركة اللي بنعملها بنحط الالك معه مقلوب ومع عبقى نكمل ايه معانا على الواير بتاعنا الاساسي وفي سيفت وير معانا بحيث ان لو حصل انا فقط التراك معانا ارجع اشتغل محتاج لنعمل تاني او في حل تاني ان انت تدخل بالاندوسكوب اه لو انت طبعا دخلت وليت اندر شان تشوف ايه التراك بتاعتك وتمشي او بتحقن أو بتحقن بتادين او في طريقة تانية كان لنا الدكتور ناصر انك بتدخل بتدخل الواير في تدخل باليوروتروسكوب لغاية ما ايه مع الواير وتمشي بتوصل جوه البلفز تتأكد ان الجوه تعمل من اول وجديد او كده انت عرفت السكة بطريق بتاعك عن طريق الايه ده الحلول بتاعت فشلت في الكلام ده كله بتعمل طبعا طبعا ده الفاتحة هوت بس تدور لغاية ما لقى الفاتحة بتاعت البصوية دخل فيه الصورة التانية ده عمل ايه مثلين بلو او بتادين زي ما بنعمل بتلاقي ايه تدور بتاعتك تدخل ايه فيها ايه اللي بعد كده نحصل في وده من لو حصلت لازم توقف شغل وتحط ومتكملش شغل طبعا لو كبير اوي وشايفه بعينك انما لو هي حاجة مثلا حاجة ما انتش شايفها وما حصلش غالبا انت هتكمل شغل انت مش هتوقف شغل شفت فتحة كبيرة في رينال بيلفس وحصل في كتير كتير وليكيج فده ممكن يخليك توقف في شغل ووقف تنهي المانوفا وبيحصل مع وبيحصل مع وانت بتكسر مثلا انت منتش باصس منتش شايف كويس يحصل البروب بتاع اللاسو كده سيخرم البيلفس طبعا لو في انفكشن وفلاميشن ده بيخلي فبيزاود نسبة الكموليكشن دي اثناء زي ما قلنا بيحصل اكتر لو كانت شغال جنب عند ولو في هارد مانوفر مع سواء كان نيوماتي او بيزاود حصول الكموليكشن دي وبيقولك لو عملت وانت ما انتش شايف ممكن تعمل طبعا كل ما بتكتشف الموضوع ده بيبقى افضل بتحط الفروستو متيوب وبتحط ايه اه دبل جي وبيقول او بتاع الحالة كويسة وليورسولون بيقفل في خلال تمامين واربعين ساعة لو انت عمل طيب لو حصل ان حتة من بسبب خرجت لو هي صب لازم بتجيب طب لو هي خرجت اكسترا ليوملا بتنساها خالص وممتعمل لاش حاجة اه اه لو هي خرجت مالهاش كلينا الا انك بتبقى عارف وبتعرف العن في ايه وزء من السون خرج برا ايه السيستم وطبعا بتعمل بتاعك كويس بالفروستوم ويبال ايه والدبل جي وإلا اذا كانت طبعا ممكن تعمل ابسس وتعمل مشاكل ولو هي صب ميكوزل طبعا لازم بتجيبها ولو هي انت شايفها اكسترا ليوملا ما تحاولش تجيبها لان المحاولة بتاعتك ديها هتزاود ايه طبعا نتيجة لو فيه في البلفيوريترال مع ده هيزاود ايه ان يحصل ووند وممكن تنتيب يحصل ووند في وممكن يبقى ده نتيجة ونتيجة الموضوع ده يحصل بتقلل الموضوع ده بانك ايه بتحط عشان طبعا دي بتشمل البلورا بتشمل بتشمل الكولون بتشمل السبيلين والليبر اكتر حاجة بتحصل هي وبتحصل لان الكيدني موجودة في ريتروبيوتونية اللوكيشن و نسبة حصول ان يحصل ان يحصل الحاجات دي ارتبطة بالاناتوم بتاعها وطبعا لو اكتشفتها بدري بيبقى احسن واغلب الكموليكشن دي بتتعالج مش محتاجة بس بعض الحالات ما بتعرفش تصلحها وبتحتاج انك تفتح العيان دي صورة النفروستوم معديها من الليفر ودخل على الكيدني فده فيها الليفر ترانسيباتيك تيوب البلورر بتحصل وانت بتعمل ايه ايه او فوق الريب الاثناشر او فوق الريب الحداشر ايه وبتتوقع ان حصلت الكموليكشن ديت ان حصل ايه مشكلة او بتاعة تخدير قال لك خلي بالك في مشكلة او البرامة بتاعة او ان الكنترست ميديا وانت بتحقن من تحت الكنترست داخل على الانت عرف انك خرامت البلورة او خرامت البلورة ايه او يحصل في الانترست طبعا الانترست بتعد في الجروف اللي تحت الريب فدايما لو انت هتعمل بتخش بتحفي في الريب ما بتخشش في الريب في الريب في جزء تحت وجزء فوق لا بتبقى البلورة بتاعتك في الريب تحت بتحفي في الريب بتاعة الريب طبعا الانجل بتبقى اكتر فوق الحداشر والاتناشر طبعا لو انت عمل يستحصل انك تعمل وبقول لك روتين لو انت عمل بعد بعد اللي بعد العملية لو بتاعتك وحصل لازم تمنع ان يحصل ركش الفلاود لو الكمية الفلاود قليلة طبعا يتعالج إنما لو هي كمية كبيرة بحتاج تركب طبعا السوراكوتومي تيوب مع بتعالج الموضوع ده ممكن يحصل فستولة وتحتاج مع السوراكوتومي انك تعمل سوراكوتومي تعمل الكوميكشان بقى اللي هي الرزلة واللي بيستقل فافلي بتحان كتير لان اكتر حاجة ممكن تحصل ان يحصل وده اكتر يحصل في انجري الممكن يحصل بتحصل لو لذلك انت بتركز انك البنكش بتاعتك ما تتخشش لميديا القوي عشان ولا لاترا القوي عشان عشان وفي بعض الحالات بيبقى الكلون اصلا ريترو رينال زي احنا قلنا في الاول خالص لازم ايه وانت بتشتغل تعمل تدرس الاناتنا بتاع العين كويس بال لو احتاج تعمل تبقى عارف الكلون ريترو رينال او عين والكلون بتاع كله ريترو رينال في الاجزة طبعا ده مش هتعرف لازم بتعمل او بتعمل او بتبعاته يعرف يتعامل معاه فانت بتتوقع ان مكان من ايه من برضو طبعا في الحالات اللي هي هو اصلا كده او ان هو نتيجة ريترو ريترو رينال بيحصل اكتر فيه والسؤال ده الناس سألوه في الزمالة في الشافة ايه الحالات اللي بحصل فيها اكتر الانجر الكولون وبحصل اكتر في الليفت ولا في الرايت في الليفت اكتر ليه بقى في الليفت اكتر قالك عشان في الكولون لود ده بيزود نسبة حصول في الكولون والعيانين رفيعين لو العيان رفيع و اللي هو في الليفت اكتر افطار ابضون السيرج فبيخلي اكتر فبيزود نسبة حصول البنكشر والبرون وده عكس ما احنا كلنا متخيلين ان الكولون بتبقى اكتر في السبين لا بتبقى في البرون اكتر اكتر عشر مرات من السبين لان في البرون العيان نايم على بطنه فالكولون محشور ما بين الترابيز هارد هارد اوبجيكت اللي هي جاي على بطن العيان وظهره البستور ابضون الول فبيخلي الكولون ييجي اكتر على مكان البنكشر السبين الكولون مفيش حاجة ايه الابدوم الابدوم الول ما بيحشوش فبيبقى ايه فبيبعد بيبعد عن البنكشر فده تفسير ليه ان الكلون الانجل بتبقى اكتر في البرون بوزيشن عن السبين في البرون بوزيشن الكولون محشور ما بين الهارد تيبل والايه والبستور ابضون الول فبيجي على مكان اللي بيبقى موجود في مكان اللي ايه البنكشر بتاعتك اللي هي اللي هي اللي بصور ابنون الوقت ده صورة فيها السابقة بتاعتك بتحقينها من تحت الائت هدخل على الكولون فده فيه كولون وفيه فستولة ما بين الكدني والكولون والده صورة تانية برضو التيوب المعادية في الائة في الكولون اللي هو في بتتوقع انه انت بداخل بالابرة اللي قيت فيه ستول طالع معاك في الايه او جاز طالع من ايه او ديليتورز او لقيت فيه انت شغلت بالمفروسكوب لقيت فيه ستول او ريحة وحشة او جاز خارج معاك بصوا ابروطيب بتلاقي فيه ديارية هيميتوكيزية او بريتون او لقيت فيه خارج من او انت اللي ات دخلالك في الايه وممكن بتحتاجش حاجة غير منك بتصوم العيان وممكن يحتاج ايه كولوستومي او بتسحب النفروستومي اللي هي دخلة من الكولون على الكيد بتسحبها من الكيد وتخلىها في الكولون بتستعملها ككلوستومي تيوم بعض الحالات بتحتاج ده كده في بعض الحاجات في المحاضرة التانية هنقولها بسرعة الجداول الجداول دي مهمة قوي بلخصلك فيها المحاضرة كلها اربع 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 سلايدز جمعلك فيهم كل الكمبيلكشين اللي قلناها جمعها لك فيها اول حاجة في الصف الاصفر ده الكمبيلكشين في الازرق بتعليجها ازاي اللحمر ده البيلكشين ازاي تمنع انها تحصل هنقولهم بسرعة يعني مش نطول يعني دقيقين تلتها ونخلص لان ده تلخص المحاضرة انت مش عارف توصل هتحولوا لأيه لأيه او ويقولك كل ما فيه هتقل الحاجة دي الحاجة ده صار كين كين نجي للواير انك تعمل انظر اكسس او انك تعمل زي ما قلنا في وسط الكلام او ان انت تختار طبعا ده بيقال الفرصة ان يحصل بتخلي الترك بتاعتك صغيرة ففرصة ان يحصل كينك في الواير بتقل ويقولك ايه اما تيجي تزوق النيدل ما تزوقهاش ده بيقال فرصة ان يحصل كينك في الواير طبعا بيقولك بتستعمل اكبر بيقال بتزوق او انت شغال بتدخل الامبلاز بيقال البيليدنج بيقولك ابعد عن البيليدنج لان ده بيزود البيليدنج وخليك في ال ايه في ال اكسس بتاعنا اللي هوفر بسطور اكزير طبعا بعد البروستيديار بتعمل بتعمل بتحط او البالون كاستر اللي هي بتقال البيليدنج او طبعا بتاعك او لانك تفتح العيان لو كل الحاجات دي فشل وبيقولك البيليدنج زي منك تخش من ال ايه من ال اكسس اللي احنا قلناه اللي هو ال ايه البستيريور كيليكس وتمشي من ال اكسس اللي هو الكاليسيال كب وتبعد عن ال ايه عن النون كاليسيال بانش نحصل بفوريشن للرينال بيلفيس بتعليكها زي نفروستومي تيوب ويوريترال درينج لغاية ما الليكش بيقف والبريكوشن بتبقى جنتل و ديرين و ديرين و ديرين و ديرين سواء بتشيلي ستونز و بيقولك بتعمل قدر المستطاع يعني بتحاول تبعد عن قد ما تقدر عن عن الصوبراكوستال بانش الكولونيك بورفوريشن طبعا الكلام اللي فيه ما فيش فيه كلام جديد و طبعا ديرين بورفوريشن بتعالجوا بنزو جاستريك تيوب و نفروستومي الانجر للسبيلين والليفر طبعا غالبا نتيبش وطبعا بالبريكوشن زيناك بتبقى دارس العين كويس قبل ما لو فيه باتو مجل بتشوف بقى هتعرف مش هتعرف يعني عين في وحيش لك خلاص دي يتعمل او تحولوا تحولوا هيعملوا نحصل بيقولك بتاعتك ان بتعمل قبل العملية بتزو بتقل بتاع اللي هو ولو تعرف اللي حصل اللي احنا قلناها في اثناء الشرح او اللي هو قلنا هيبرتونيك صلاين اللي هو تلاتة في المية صلاين بنستعمل طبعا ده اللي بيستعمله كلنا وطبعا ما بنشتغلش غير بالصلاين لو نفروستومي تيوب واعت ارجع اركبها تاني ولو الهايبر موبايل كدني خاصة انه تبقى في الاطفال الزغيرين يعني ضايرة اكسس تو ميدل بول انك بتركز على الميدل بول لو هو الكدني موبايل اوي بيقولك انك المانجمنت بتخش على الميدل بول بيقال الموضوع الموبايل بتاعت الكدني بتعمل الشورتست اكسس ودي كيرفول ان جنتل ان زي ما قلنا ان الهايبر موبايل كدني بتبقى اكتر في الاطفال الزغيرين يعني مشكلة الاطفال الزغيرين زي ما كانت دكتور ناصر حالها في محافظ حاجتين الهايبوسيرميا بيخش فيهايبوسيرميا لعنى الكبار فلزلك تستعمل ايه اللي في الو بتاعك بقى في الفيرون تبقى دف فيه حاجة تانية الهايبر موبايلة بتاعت الكدني فبيقولك تبقى جنتل او في الاطفال الزغيرين في ده نهاية المحاضرة وكده احنا خلصنا الحمد لله وهنسيب مجال لل ايه للأسئلة اشتركوا في القناة